يلتقي اليوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في روما للاحتفال بذكرى الستين لإنشاء الاتحاد وفق الاتفاقية روما يلتقي القادة الأوروبيون في وقت تتصاعد أجواء الانشقاقات والطيرات المناهدة للوحدة الأوروبية فضلا عن تنامي خطر الإرهاب بعد الحادث الأخير في لندن وسلسلة الهجمات التي شهدتها دول أخرى مثل ملجيكا وفرنسا يأتي عقد هذه القمة قبل أيام من اطلاق عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري والذي شكل دربة قاسية للاتحاد هذا وقد اجتملت اتفاقية روما على عدد من الأفكار حيث اقترحت الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية ما بين الدول الأعضاء مع تأسيس اتحاد جمركي فضلا عن تأسيس سوق مشترك للسلع والعمال والخدمات والرأس المال ما بين الدول المقاعة على هذه المعاهدة إضافة إلى عدد كبير من الأفكار المهمة الأخرى ستون عاما هي عمر معاهدة روما حيث يعود تاريخ التوقيع عليها إلى 25 مارس لسنة 1957 وذلك بمشاركة ست دول هي ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ولوكسنبورغ والتي حملت بعد ذلك اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية التطورات التي أعقبت توقيع معاهدة روما جعلت منها أنواة لتأسيس الاتحاد الأوروبي ففي العام 1973 انضمت إلى المجموعة كل من بريطانيا والدينمارك ثم اليونان عام 1981 وإسبانيا والبرتغال في عام 1986 وأيرلندا في عام 1993 وبعدها السويد وفنلندا والنمسا عام 1995 وفي العام 1992 تم توقيع معاهدة تحمل اسم معاهدة ماسترخت بهولندا وتم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي ومع مرور السنوات أخذ الاتحاد الأوروبي يتوسع شيئا فشيئا حتى أصبح يضم 28 دولة قبل أن تقرر بريطانيا الخروج من العام المنصرم وبالتقليب في صفحات التاريخ نجد معاهدة روما قامت على العديد من الأفكار والأهداف حيث اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء وتأسيس اتحاد جمركي كما اقترحت تأسيس سوق مشتركة للسلع والعمال والخدمات ورأس المال بين الدول الموقع على المعاهدة وبالإضافة إلى ذلك فقد دعت المعاهدة أيضا إلى تأسيس سياسات مشتركة للنقل والزراعة وصندوق اجتماعي أوروبي وخلال احتفالات الذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما تلوح في الأفق سلسلة من الأزمات والتي تنغص على الأوروبيين فرحتهم حيث استمرار الاضطرابات الاقتصادية وتضفق المهاجرين غير الشرعيين إضافة إلى قرار بريطانيا الخروج من اتحاد الأوروبي وهو ما يثير مخاوف شتى تهدد استقرار التكتر الأوروبي مستقبلا